اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفيديو الذي وعدتكم وهو بناء يديكم الكثير منكم ومننا اخر شيء تقضى هي الديسير في هذا الصيف والديسير الذي يكون في هذا الصيف هو البتيخ الأخضر والبتيخ الأصفر اليوم ان شاء الله سوف نشرح لكم كيف تختاروا دلعة تكون معتبرة جيدة وبجودة جيدة جدا لحكمي اني فلاح وكان عرف هذا الميدان ان شاء الله سوف نقدم لكم هذا الفيديو ونعطيكم جميع التفاصيل لكي تعرفوا دلعة ودلعة الخيب وكيف تقضوا من السوق وميش تكون تحت اخواني اخواتي في هذا الفيديو ان شاء الله قبل أن نشرح في هذا الفيديو لا تنسوا إذا كنتم اول اختراكات تشاهد هذا الفيديو تشارك في القناة دينا بجدما يوصلك جديد القناة اخواني اخواتي نشرح في الشرح هذا الفيديو ان شاء الله اول حاجة كنمشي للسوق كنشوف دلع اول حاجة كنشوف دلع كنشوف له هذا هذا الغصن إذا كان نختار بحلقة نراه دلع جيد ثانية اخواني اخواتي كنشوف الدلع اول حاجة اول حاجة اول حاجة دلع اول حاجة دلع كنشوفها دلع اخواني كما تتعرفوا السوق كان دلع كبير في الحجم كان دلع متوسط وكان دلع صغير تنصح دينا تختار دلع تختار دلع متوسط وتكون تقيلة اخواني اخواتي في الله تكون تقيلة كما قلت لكم ما تكونش فيها ضربة ويكون فيها هذا العرش تقنية الثانية بحاجة دلع مازال جديد هي هذه التقنية الغصن الغصن الذي كان محيض يعرف بأنه محيض في أسواق عديدة لتصل إلى السوق اخواني الغصن يجب أن يكون جديد وخضر الفلاح مسكين يبيع 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 أول شيء هو هذا الغصن المترجم يجب أن يكون جديد يكون جد محيض ويكون محيض يبقى أنه قدر قدر أتمنى الفكرة الفكرة الثانية ، إذا كانت صفرة من الجوانب هذا يدل بأنها ستكون طعب طيباتها الأرض وطيبة إذا كانت بيضة من التحت كما يبدو في الصورة فإن هذه اللحة لا تطيبة بثائر إخواني أخواتي ما زالها خضرة ثالث حاجة هو هذه الخطوط التي تكون فيها كما ترى هنا هذه الخطوط هذه الخطوط التي تجد بحل حلها أعتبر بأن هذه اللحة ميسرة وسيكون جيدة إن شاء الله إخواني أخواتي ونذهب إلى مرحلة ليست كثيرا إخواني أخواتي في الله وهي مرحلة التي تدربون جدا كانت هذه اللحة التي تدرب على الله لا يعرف كيفية اللحة التي تدرب كما تعرف الدربة الأولى تسمع طن خفيفة أعرف بأنها مطيبة إذا سمعتها بأنها مطيبة في الثيوبيا لأنها مطيبة في الثيوبيا لكما تعرف كيف تضرب أريكم أن تضرب الدربة سهلة سوف تضرب بحلقة البطن هذه هي الدربة التي تحتاج إلى تصف سوف تضربها إخواني وأخواتي إذا سوف تضرب دربة بطن بحلقة البطن لأنها بحلقة صعبة وكما تساعدت تصف لأنها تضرب بطن وننسى هذا الحواج تكون مصدر بالطبع وطريقة الدربة لا تكون بحلقة فكانت الطريقة أخرى والطريقة الأخرى و الطريقة الأخيرة لتحرق البطيخ تشد دلعة و تحصر لها الفم لا يوجد فلسة الحبل و تحصر لها جيدة و تحصرها جيدة لذلك تشخ و تعرف بأنه تحصر طيبة و مليحة و صحة و راحة لتحصر لها تقنيات التي يخدمون بها فلسة الفلاحة القبار و تعرف بأنه تحصر كثير من الفيديوهات في اليوتيوب و كلها فيديوهات كاذبة اخواني اخواتي انا كنت احصر معكم من البداية و كنت احصر هذه المهنة شحية من عام هذا اخواني اخواتي قلت لكم الضربات و تكون دلعة عام ما فيها لا تقوبة لا تدهاش فيها شي ضربة لا تدهاش و يكون داخلها النفس و تكون حامضة و تكون حامضة و تكون حامضة اخواني اخواتي في اليوهاتي انا كنت اعطي و لم يكن نصح لم يكن نصح لديد دلعة كبير لديد دلعة المتوسطة و لقيت دلعة اخواني اخواتي و تركيز لا تدهاش حتى شهر ربعة و شهر سبعة و شهر سبعة و شهر سبعة و شهر سبعة و لديد دلعة و في شهر سبعة فإن تقول الحرارة تتعرف الجو بأنه سخون ٤٣٤٠٣٣٣ فإن تتعرف بأنه رطب إخواني و أخواتي هذه الفكرة لم يكن لدينا الكثير من الناس ولكن الحكم التجربة أعرف هذه القضية الآن سوف نختار البتيخ لدي سويلة واناناس وكانتالون ونحن نتعرف أهد الفواكه المنعيشة ونشرح لكم طريقة اختيار سويلة أول شيء سوف تختار سويلة يكون الحبل وإذا تكون مقص بحلقها يكون مقتل الحبل ويكون باين بأنه مازال جديد دائما لم يكن نصح لكي تشريوا شيء سويلة سوف تجيبها ونحن نتعرف نهارا فات نهارا تدخل فيها هذه الزفورية وحشاكم أعزاني الله وعزاكم سوف تدخل في هذه الزفورية وما سوف تأكلها لذلك تضيفها بحلقة وحرشة إذا كانت السويلة ملسة أعطيها بتساع كانت السويلة ملسة أعطيها بتساع سوف تكون حرشة بحلقة وفي هذه الخطوط سوف تكون صفراء لا تكون خضراء إذا كانت خضراء سوف تدخل في القوزة لا تدخل سويلة سوف تكون صفراء بحلقة طيبة بالشمس عادي هذه المسألة لحقاش مسألة طبيعية الحاجة التي كانت صفراء واخذت اللون ديالارا هي الطيبة كانت خضراء بحلقة سوف تدخل في القوزة سوف تدخل حلوة وقاسحة ومشير طبيعية بحلقة السويلة العادية تالت حاجة لا تكونش فيها شي تقوبة ورابح حاجة يلي مهمة وأنها تشم السويلة السويلة كتشم إخواني أخواتي إلا شمتها وسط فيها الرحة كريهة قوية بزاف بحلقة رحة الكافور سوف أعرف بأنه وراء طيبة ونججة إخواني أخواتي في الله وكان نصح بالسويلة كفاكهة أولى نحن الآن المرحلة الثانية وهي مرحلة هذه الفاكهة الآن نسلي ما كان نصحش بها إخواني أخواتي خصوصا في هذه الأيام هي اللي تجلب لكم أمراض الأطفال هذه خصوصا في الديم عندها يومين أو ثلاثة يام لا تفوت في كلاجة ولا تضعها في بلاصة ديما كيكون فيها هذه المشكلة ديال الخموجية وشحال لدي الناس كيأكلوها وهي كتسبب أنها كتسبب الإسهال عند الأطفال وحتى عند الكبار إخواني أخواتي في الله باش تعرفها ما تدعيش خطراتها وما تدعيش ملسا اديها تكون كبيرة ويكون عندها هذا جديد كما كتشوفوا إخواني أخواتي هذه رمحة لها هذه الجلدة دونكرة قديمة إخواني أخواتي لن أعلمكم تقنية ديال بياعة وشراية باش ميش متوكومش ديما ولست فيها شدقة عرفها بأنها رغم ما صالحاش إخواني أخواتي الحاجة تكون ديما حرشة السويلة أو هذه نفس الشيء اللي في السويلة فهادتة هي خصوصا تكون حرشة وتكون فيها رائحة رائحة الكافور مجهدا بزاف إلا باتي السويلة تقول أنت أوليدك إخواني أخواتي في الله هذه تكون جيدة ولكن عندها وقت محدد لحقاش كتب بزاف بالزربة كتب بحال الأنناص كتب كتب ما كان صحش بها تشربها إلا تستطيع السويلة في السوق لا أخواتي في الله لا تشربت هذا الدباء نقول أنه الدباء الأنناص إخواني أخواتي في الله الآن المرة كانت طالو إخواني أخواتي فالكانت طالو إخواني أخواتي كيتعرف من شهر 8 حتى شهر 10 نصف شهر 10 إلى شهر 10 من غير هذا الوقت أعرف بأن كانت طالو كانت طالو من شهر 10 من شهر 8 حتى نصف شهر 10 كانت طالو جميلة وطريقة كانت طالو دائما كانت طالو من غصن من يسق من يأخذ الماء وخصوة جديدة كانت قديم بالنسبة لبتخارة دائما لا يصل حاجة للأكل أخواتي تكون تقيلة لا تكون خفيفة دائما تكون تقيلة وتكون صفرة جيدة لا تكون فرنصية فهمت وكتبان في التيوبيا تكون تقيلة وما تكون صغيرة دائما في التيوبيا فيها ثلاثة كيلو جوش كيلونص هذه هي الملحة في القانطالو إلا تكون دائما فيها ثلاثة كيلو أو شيء أعرف بأن الناس لا يأكلوا أخواتي أمتمنى أن هذا الفيديو يعجبكم بزاف لحقا هذا الحوائج لا تنشر بزاف في اليوتيوب لحقا البيعة وشركة لحقا لحقا هذا الحوائج وردوا بلكم أخواتي من هذا الحوائج القانطالو لا تنشر لا تنشر الفاكهة المفضلة وهي السويلة أخواتي هذه السويلة هي الفاكهة الزوينة ودين البلاد